قالت رئيسة الوزراء البريطانية تاريزا ماي إنها ستبحث خطواتها التالية مع حلفائها خلال الأيام المقبلة وذلك بعد إعلان روسيا طرد 23 دبلوماسيا بريطانيا في رد محسوب على اتهامات من بريطانيا بأن الكريملن دبر هجوما بغازي أعصاب سام على عامل روسي مزدوج سابق وابنته في سالسبيري جنوب إنجلترا وعد الحرب بالدبلوماسيا المتطيرة بين البلدين فأن لندن لم تتمكن من تقديم دليلها على الجريمة وقال السفير الروسي في بريطانيا أليكساندر يوكوفينكو أن الاتهام ضد روسيا بدأ بعد 12 ساعة من الحادثة ثم بدأت التصاريح تشير إلى أن الرئيس فلادمر بوتين شخصيا أعطى أمر التنفيذ وإذ تحدث يوكوفينكو عن تخبط إعلامي في بريطانيا شكك في ظروف الحادثة كلها وقال إن الذين تسمموا لا هم مرضى ولا يعرف أحد وضعهم على وجه الدقة فالبريطانيون تحدثوا عن استخدام نوفيتشوك وهو غاز أعصاب طوره الجيش السوفيتي لمهاجمة سكريبال من دون أن يقدموا الدليل وبلهجة التشكيك نفسها قال زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربين إن ثمة شكوك في أن تكون الدولة الروسية قد استهدفت الجاسوس وابنته وأضاف كوربين عينت تفكيرا طغط عليه العواطف والأحكام المتسرعة مرات عدة وذلك في إشارة إلى المعلومات الخاطئة التي استخدمت لتبرير الغزو الأمريكي على العراق واعتارت تشكيك أيضا الجاردين البريطانية التي قالت للدولة البريطانية إن التسرع قبل أن تجمع الشرطة الأدلة لا يخدم أمنا القومي لكن بريطانيا ماضية في الاتهام وقال وزير خارجيتها بوريس جونسون إن من المرجح بشدة أن يكون رئيس بوتين بنفسه هو الذي اتخذ قرار الاستعانة بغاز أعصاب يستخدم لأغراض عسكرية للقضاء على سكريبال وتأتي هذه الأزمة بين روسيا وبريطانيا عشية انتخابات رئاسية تجرى في روسيا ويتوقع يفوز فيها الرئيس فلاديمير بوتين بسهولة